بسم الله الرحمن الرحيم حكم حول الجزع للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال عليه السلام الجزع هلاك وقال عليه السلام الجزع منقصة وقال عليه السلام الجزع من أعوان الزمان وقال عليه السلام الجزع يعظم المحنة وقال عليه السلام الجزع أتعب من الصبر وقال عليه السلام الحزن والجزع لا يردان الفائت وقال عليه السلام الجزع عند البلاء من تمام المحنة وقال عليه السلام الجزع عند المصيبة أشد من المصيبة وقال عليه السلام المصيبة واحدة وإن جزعت صارت اثنتين وقال عليه السلام الجزع لا يدفع القدر ولكن يحبط الأجر وقال عليه السلام الجزع عند المصيبة يزيدها والصبر عليها يبيدها وقال عليه السلام اغلب الجزع بالصبر فإن الجزع يحبط الأجر ويعظم الفجيعة وقال عليه السلام إن كنت جازعا على كل ما يفلت من يديك فاجزعا على ما لم يصل إليك وقال عليه السلام بكثرة الجزع تعظم الفجيعة وقال عليه السلام ليس مع الجزع مثوبة وقال عليه السلام من جزق عظمت مصيبته وقال عليه السلام من ملكه الجزع حرم فضيلة الصبر وقال عليه السلام من ضرب يده على فخده عند مصيبة فقد أحبط أجره وقال عليه السلام من أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربه وقال عليه السلام من كشف ضره للناس عذب نفسه وقال عليه السلام من شكى ضره إلى مؤمن فكأنما شكى الله سبحانه وقال عليه السلام من جزع فنفسه عذب وأمر الله سبحانه أضاع وثوابه باع وقال عليه السلام لا تجزعوا من قليل ما أكرهكم فيوقعكم ذلك في كثير مما تكرهون وقال عليه السلام لا يجتمع الصبر والجزع ترجمة نانسي قنقر